أعلنت شركة ودانا غاز عن ارتفاع جمالي الدفعات النقدية التي تسلمتها في إقليم كردستان العراق ومصر بنسبة 107% على أساس سنوي في العام 2021 لتصل إلى 1.38 مليار درهم مقارنة ب667 مليون درهم في العام 2020 وأضحت الشركة أن هذا التحصن الكبير في مستوى التحصيل يعود للانتعاش القوي في أسعار النفط وتسارع وطيرة تحصيل الدفعات النقدية في مصر وتسوية المستحقات القديمة في إقليم كردستان وقالت الشركة أن حصتها من الدفعات النقدية المتسلمة من مبيعات المكثفات والغاز البترولي في إقليم كردستان ارتفعت بنسبة 80% في عام 2021 ترجمة نانسي قنقر